السيدة مصطفى تتفضل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك وحضرتك طيب وحضرتك طيبة قل لي حضرتك أنا كان معي حاجة دهب بسيطة وابني بيخسل كلا وعملت من عشر سنين عمرة وحاجة فقال ممكن أطلع عمرة تاني ولا أسرفهم على ابني اللي بيخسل أسرفهم على ابنك يا حاجة من مصطفى وهي أصلا معي بنتي برضو كنت بتسافر وكده أصبحت محتاجة معها بناتها تجاهز المريد المريد قبل تجهيز الجواز لأن المريد ده الحاجة بتاعته أكثر الحاحن من فكرة الجواز اللي بتجاوز إن شاء الله ربنا يوسع عليكم ويبارك لكم إن شاء الله ويوسع عليكم فأنتي لأ إحنا لسه أن أنت تدي الأموال لابنك ده أفضل من أنك أنت تروحي العمرة فتدي له الأموال دي عشان تسعديه في مرضه ده أولى إن شاء الله ربنا إن شاء الله يكتب لك ويكتب لك السواب مضاعفة إن شاء الله أنا بقول لحضرتك أنا ساعد بتدي له الفلوس وعلى أساس إن هو بيعوز تاني وأنا بتكون الفلوس خلصت فما تدهاله أخدها بينه جزء وارجع تدهاله تاني ولا حالة خالص مش دي فلوسك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنت بتدي له اللي تستطيعي بيه لكن أنت بتقولي أن أنت ساعد بتدي له الفلوس وهو ما يكونش راح عمل بيه غسلة الكلة أو أي حاجة وتتزني أنت بتاخد منه الفلوس وهو ما كانش دي السياسة وقد والده عنده وديع بياخد الفوائد بتسعه له بيها قصة العربية ما اسمهاش فوائد اسمها ريع واللي هو بيدهوله ده إن شاء الله يبقى في ميزان حسناته ومضاعف إن شاء الله حاجة مصطفى نعم نعم إذن حاجة مصطفى إحنا عندنا ما يسمى بإن العبادة المتعدية أفضل من العبادة اللازمة العبادة المتعدة لما رحضت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا وأي الأعمال أحب فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الأعمال التي هي أحب من جملة الأعمال اللي ذكرها أهل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف شهراً في مسجدي هذا يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن العبادة المتعدية أفضل من العبادة اللازمة العبادة اللي فيها نفعل الناس وفي نفس الحديث ده كان الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحب الناس إلى الله فرسول الله في نفس الحديث قال أنفعهم للناس وسألوه أحبوا الأعمال عند الله قال سرون أن تدخلوا على مسلم يبقى اللي أنت هتعملي ده ومن جملة هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حاجة مهمة جداً جداً أن أنت تعمل إيه؟ ترفع عنه كرباً أو تقضي عنه ديناً فإن شاء الله هذا فيه الخير كله إن شاء الله